نحن عند الحدود بين جواتيمالا والمكسيك هذا القارب يعبر نهر سان بيدرو وعلى متنه مهاجرون من هندراس معظم هؤلاء شبان لا بل مراهكون كل واحد سدد مبلغا يراوح بين 5000 و 6000 دولار للهجرة إلى الولايات المتحدة وجوه متوترة وكلة منهم يقبلوا بالكلام جميعهم على دراية بمخاطر الرحلة إلى الأرض الموعودة الهاجس الأول لدى المهاجرين هو عدم الموت في إطار بحثهم عن مستقبل أفضل بعد ساعتين من السفر على متن المركب يجب النزول إلى اليابسة والمرور بمزارع وبستين مالكو الأراضي متواطئون مع الممررين وينالون مبلغا من المال للسماح لهم بالمرور شأنهم شأن الشرطة فريق الصحفيين الذي رافق المهاجرين لم يجد أي دورية للشرطة أو حتى حواجز على طول الحدود هذه منطقة لا يسودها أي قانون ويسيطر عليها كارتل زيتس الخطر هذه المنطقة هي معقل للإتجار بالمخدرات والأسلحة والخشب ويتوشب على المهاجرين المرور من هنا عبر هذه الطرقات التي تسيطر عليها كارتلات المخدرات هذا يعني أنها ممرات خطرة ما يجعل المهاجرين أكثر عرضة للخطر على مدى سنوات ازدادت المخاطر مع ازدياد قوة كارتل زيتس فمن أصل 140 ألف مهاجر عن طريق المكسيك سنويا ثمت الألاف لا يصلون إلى وجهتهم واقع يصير قلق ألفيرا أريانو هذه المكسيكية عاشت في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وبعد نضال حظية بتغطية إعلامية واسعة تم ترحيلها إلى بلادها في العام 2007 ومذ ذاك أضحت رمزا للنضال لمصلحة المهاجرين المخاطر تكمن في احتمال التعرض للخطف والابتزاز النساء تختصب ويتم خطف الكثير من المهاجرين لا يوجد أحد لدفع فدية لإطلاقهم ولذلك تتم تصفيتهم جيان كارلو يبلغ من العمر 17 عاما قرر برفقة اثنين من أصدقائه خوض هذه التجربة مسلما أمره لله فبين البطالة والفكر في جواتيمالا والأمل الضائل بمستقبل أفضل كان الاختيار سهلا نعيش حياة الحيوانات نعم أريد بناء مستقبل هناك ولكن أيضا العودة دائما لزيارة بلدي هنا المرحلة الثانية من الرحلة المهاجرون ينتظرون كتارا لنقل البضائع يطلق عليه اسم الوحش هو وسيلة غير شرعية للوصول إلى الحدود الشمالية مع الولايات المتحدة المرحلة الأكثر خطورة في الرحلة نحو الحلم الأمريكي ترجمة نانسي قنقر